تلقى حضرته صاحب السمو أمير بلاد الشيخ صباح الأحمد الجبر الصباح حفظه الله ورعاه برقية شكر من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائدي رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على ما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال خلال زيارته مشيرا سموه إلى أنها أتحت فرصة اللقاء بسموه رعاه الله وبسموه ولي العهد حفظه الله والمسؤولين في الكويت وبحثين ما من شأنه تعزيز روابط الأخوة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين كما أكدت على عمق العلاقات التاريخية التي ربطت وتربط البلدين الشقيقين في ظل قيادة خدم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسموه حفظه الله سائلا المولى عز وجل لسموه رعاه الله دوام الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار هذا وقد بعث حضرته صاحب السمو أمير البلاد شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى أخه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر فيها سموه عن بالغ شكره وتقديره على ما تضمنته برقية سموه من طيب المشاعر وصادق الدعاء ومعاربا سموه رعاه الله عن بالغ سروره بزيارة سموه الرسمية لبلده الثاني أخا عزيزا بين إخوانه وأهله مشاركا سموه الرأي حول أهمية هذه الزيارة التي أتحت فرصة اللقاء وبحث كل ما من شأنه تعزيز الروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين الشعبين والشعبين الشقيقين وبما يحقق مصالحهما في مختلف المجالات مؤتمنيا لسموه دوام الصحة وموفور العافية وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه خدم الحرمين الشريفين ملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة ترجمة نانسي قنقر